نستهلها بصورة القمرة الاصطناعية التي توضح لنا أجواء مشمسة عموماً وصفية على أغلب المدن الشمالية حتى الجنوب الكبير وعن حالة التقسى المرتقبة لليلة اليوم ليلة السبت للأحد نتوقع أجواء مستقرة وصفية عموماً بالمدن الساحلية والداخلية حتى الجنوب الكبير مع حركة رياح تكون ضعيفة نسبياً درجات الحرارة الليلية تصل بحول الله إلى 21 درجة على منطقة وهران 19 درجة بتلمسان 23 درجة بالجزائر العاصمة حتى منطقة تيبازا سنسجل 25 درجة بعنبا وقلمة 19 درجة بستيف 21 درجة بمنطقة تيزي وزو الجلفة 20 درجة ببتنة 18 درجة بتيارة 23 درجة بالأغواط 14 درجة بالبيض 25 درجة بغردية حتى الوادي وبشار 24 درجة ببرقلا وحسيم سعود 27 درجة بمنطقة إيليزي 23 درجة بعنصالح وأدرار 21 درجة بتندوف وتمنرست في حين سنسجل 28 درجة بعنقز نصل بكم مشاهدين إلى الوضعية الجوية المتوقعة لصباحة الغد صباحة أول أيام رمضان إن شاء الله نرتقب تشكل ضباب خفيف على السواحل الشرقية للوطن نجوى مستقر عموما ومشمسة بالمدن الغربية والوسطى حتى الشرقية وصولا للجنوب الكبير مع تشكل صحب سفلة تكون بدون فعالية على الجنوب الغربي تطاير بعد الرمال على شمال السورة والجنوب الغربي وحركة رياح تكون ضعيفة نسبيا درجات الحرارة الدنيا لصباحة الغد تصل بإذن الله إلى حوالي 19 درجة على وهران 20 درجة بالجزائر العاصمة حتى تيبازا قلمة ومنطقة 21 درجة أقول بمنطقة عنابة حتى تيزيوزو وسطيف 20 درجة بقلمة سنسجل 20 درجة أيضا بباتنات 18 درجة بتيارت واتلمسان 21 درجة بالأغوات 19 درجة بالبيض 24 درجة ببشار حتى غردايا وورغلاست 20 درجة حتى حسيم سعود 27 درجة بالوادي 25 درجة بمنطقة إليزي 28 درجة بمنطقة جانات 29 درجة بمنطقة عين سلاح 26 درجة بأدرار 24 درجة بيتين دفن 20 درجة بطمان نرس 26 درجة بأعين جزام وعن حالة البحر اليوم الغد سيكون هادئ إلى قليل الاتراب على طول الشريط الساحلي بسبب رياح تكون متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها ما بين 20 إلى 30 كم في الساعة لكن ممكن أن تصل إلى 40 كم في الساعة على كل السواحل الغربية والوسطى للوطن مشاهدين الكرام هذه توقعاتنا لأحوال التقس لليلة اليوم وصباحة الغد والله أعلم صحة رمضانكم كل عام